كان عاشقا وخادما لكتاب الله وظل القرآن الكريم محور دراساته وعلمه ومؤلفاته حتى في جامعة السربون في فرنسا رغم ثقافاته ورغم امتتاحه حتى على الحضارة الفرنسية لكنه لم يتخلى عن جذوره الأزهرية نتحدث اليوم في مصر أرض المجددين عن العالم الكبير فضيلة الشيخ المجدد الدكتور محمد عبدالله دراز المشروع التجديدي للشيخ محمد عبدالله دراز بني على إدراك الواقع وعلى صوغ النموذج التفسيري وعلى صوغ النموذج المعرفي وعلى المنظومة الأخلاقية التي تمثلت في دستور الأخلاق في الإسلام رسالته التي أخذ بها درجة الدكتوراه من السربون رحم الله الشيخ محمد عبدالله دراز رحمة واسعة فالدكتور علي جماعة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بكم أهلا بكم فالدكتور بنستكمل هذه الرحلة مع الأعلام من العلماء المجددين الذين عاشوا على أرض هذه البلد الطيبة أرض مصر ونتوقف عند محطة مهمة هي محطة العلامة الإمام محمد عبدالله دراز ماذا تقول عنه في الدكتور هذا العالم الأزهر الجليل وماذا تقول عن مشروعه التجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الشيخ محمد عبدالله دراز هو من عائلة من أهل العلم كان أبوه عالما جليلا وكان عمه عالما جليلا وكان الشيخ عبداللطيف دراز الذي تزوج الشيخ أحمد حسن الباقوري بنته وجده كان من كبار العلماء وله حاشية في الأصول الشيخ محمد عبدالله دراز ولده هو مات سنة 58 عن 64 سنة فكأنه يعني ولد سنة 1873 ولا حاجة زي كده مات صغير يعني لسه مات حاجش عن معاش كان معاش الأزهريين حين إذن 65 لكن هو مات وعنده 64 سنة ومات في الباكستان أثناء أدائه لمهمة حضور المؤتمر هناك مؤتمر علمي فمات هناك ونقل إلى القاهرة رحمه الله في يوم وفاته خرج الآلاف وكان في يناير والدنيا برد والمطرة نازلة يعني حتى ساعته قاله لقد بكى عليه أهل الأرض وأهل السماء مشروعه التجديدي يتمثل فيما يمكن أن نقول إن محوره هو إعادة قراءة النصوص إعادة قراءة النصوص طب بيعيد قراءتها ليه للبحث عن المشترك الإنساني للبحث عن المشترك الإنساني اللي بيجمع ما بين الأديان والثقافات والحضرات والدنيا كلها أنا بنا آدم وفي حوالي بنا أدمين إيه المشترك اللي بنا علشان نعرف نتفاهم لو عرفت المشترك اللي بنا وبين الآخرين هتعرف تعيش هتعرف تتفاوض هتعرف تقول أيوة ولا أفعلي هتعرف إن انت تنتج إنتاجا حسنا هتعرف إنك تبني الحضارة الإنسانية هتعرف حاجات كتيرة جدا يبقى إعادة قراءة النصوص هتؤدي بنا إذا ما ركزنا على جانب لأنه هتؤدي إلى حاجات كتيرة جانب البحث عن المشترك الإنساني فتوصل إلى دستوره الأخلاقي في القرآن الدكتوراه بتاعته في الصربون آدي عبد الله محمد عبد الله دراز وكتبه كلها تدور حول هذا المعنى هل الـ 12 سنة اللي قعدهم في باريس بيدرس في الصربون وتعلم على إيد المستشرقين كبار في وقتها ده أثر في تفكيره أو في توجهه ده؟ هو تفكيره كان سابق على كده لأنه من بيت علم لأنه آري أصول الفقه التي يقول عنها مصطفى عبد الرزق أنها فلسفة الإسلام لأنه آري منهجية كويس المنهج بتاعنا اللي هو أصول الفقه أصول الفقه ده في ذهنه فلما راح راح وهو ناضج مش راح وهو لسه بيتشكل فلما راح أبهرهم وقلف دستور الأخلاق في القرآن بالفرنسية وأخذ الدكتوراه منها بالفرنسية الناس ما عرفوش الكلام لأنه كلام جاي من الترتيب اللي بقول لحضرتك عليه دلوقتي مشروعه مبني على ما تيجي كأن الوحي ينزل الآن طب دي كتابه ودي السنه ودي نتاج المفكرين المسلمين والعلماء المسلمينه هيا بنا نقرأ قراءة مباشرة إعادة قراءة النصوص تؤدي بك إلى الاجتهاد تؤدي بك إذا تمت بقواعد سليمة حفظت فيها على اللغة العربية حفظت فيها على مقاصد الشريعة وهوية الإسلام حفظت فيها على مصلحة الخلق حفظت فيها على مقاصد الخلق أنها للعبادة والعمارة وتزكية النفس شروط لما تحفظ عليها تلاقي روحك مكتهت أنك بتكتهت فأعادة قراءة النصوص يتغيى بذلك البحث عن المشترك إيه المشترك اللي بيننا وبين العالم الدستور الأخلاقي لأنه محدش في العالم بيقول إن الكذب صح محدش في العالم بيقول إن السرق حلال إن السرق حلال ولا إن قتل الإنسان ده شيء يعني مباح وكويس وكده أو إنه اغتصاب الأعراض أو الأملاك أو يعني ما حدش بيقول كده صحيح كل العالم عنده ما يسمى بالنظام العام والأداب كل العالم عنده هذه التي اتأمرت بها كل الأديان من حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ كرامة الإنسان حفظ المال وهي المقصد العليا الشرعي طيب أمه إذا كان المشترك كده إيه بقى اللي وسع هذا المشترك الأخلاق الأخلاق جات مرة بعد كده بقى بسنين طويلة من مشروع الشيخ محمد عبدالله دراز الأمم المتحدة تبحث فيما أسمته بالأخلاق الناشطة الأخلاق الفعالة ماشي فطلعوا بـ 11 قيمة اتفق عليها البشر من ضمنها الصدق من ضمنها الاحترام من ضمنها البساطة من ضمنها السعي للسعادة من ضمنها وهكذا 11 قيمة لما جينا في 11 قيمة دول لقيناهم على طيب هو الإسلام يقول إيه عن 11 قيمة موافق طيب المسيحية موافقة طيب اللي مالوش دي موافق فرحت الأمم المتحدة واخداهم وبني عليها مناهج دراسية من الجماعة اللي هم اليونسيف وبتاعهم مش عارفة علشان تبنيها على القيم دي فهو قضى هذه الفترة كلها بيدور على المشترك ما بين البشرية ككل وهو كده ووصل إلى كتابه الرائق الفائق دستور الأخلاق في القرآن طيب أساسا فضلتك نخرج لفاصل وبعد الفاصل نشوف موقفه من الأزهر وموقف الأزهر منه خصوصا بعد ما جاء من السربون وكان زي ما حركت فضلت قلت قبل حتى ما سافر السربون ولاثنشر سنة كان عنده هذا الفكر التجديدي وهذه الموهبة أرجو حضرتك وأرجوكم بعض الفاصل خليكم معنا موسيقى على أحد دفاف نهر نيل الخالد بمحافظة كفر الشيخة تقع قرية محلة ديهاي مسقط رأس الإمام عبد الله دراز العالم المصري المستنير الذي كان أحد روافد التجديد في العصر الحديث خرج من تلك الأرض المباركة التي تستمد سحرها من نهر النيل العالم الجليل محمد عبد الله دراز الذي كان بيته قبلة لطلاب العلم ومكاناً للعلماء القاصدين للإمام ويحتوي على مكتبه تضم أهم مؤلفاته وكتبه كما خلد أهل القرية ذكراه بشارع يحمل اسمه ومسجد مني على طراز معماري فريد فيه عراقة عبق تاريخ مصر الحديث أهل قرية محلة ديهاي لم يقدموا لمصر عالماً شاع علمه ونوره للدنيا فقط بل خرج من داره شهيد على طراب هذا الوطن هو الشهيد طيار صفوى الدراز نجل الإمام الذي أقاموا له مسجداً لإحياء ذكراه كذلك أهلاً بكم مرأة أغرف الدكتور أهلاً بحضرتك لماذا يقال عن الشيخ محمد عبدالله دراز بأنه العالم الأزاري الذي أجمع على مكاناته كل علماء الأزار لأنه لما جاء ينفذ مشروعه التجديدي لم يتنكر للتراث بل صاغه بصياغة عصرية مفهومة تعبر عن ما يختلج في قلب كل عالم أزاري فيوافق عليها أيها الكرام ده أنا عايز أقول كده أنا عايز أقول كل عالم أزاري هيقرأ محمد عبدالله دراز يقول له مضبوط صح لم يكر على التراث بالبطلان بل وقف منه موقف المستفيد الذي يتجاوز مسائله الزمنية ويحتمي بمناهجه التفسيرية التراث في حتتين في مسائل بتبقى لوقتها هي صحيح في وقتها كانت صحيحة وكانت تحقق المصالح وكانت تطمئن الناس وكانت تسبب السلام الاجتماعي وكانت تسبب أهدفها يعني تصل إلى أهدفها بس خلاص العصر تغير فلازم ناخد بعضنا ونعمل هذا التغير فالرجل من بيئته الأزارية ودراساته الأزارية لما جه يعبر التعبيرات الحديثة في النبأ العظيم وهو يصف القرآن وكده الله ده كلام متفق عليه فاتفق عليه أهل الأرض المسلمون وغير المسلمين لأنه بيّن لهم قدر المشترك وذلك بإعادة قراءة واعية إعادة القراءة ناس كتير يخافوا منها لاحسن تتفلت لاحسن تؤدي إلى الفوضى لاحسن تؤدي إلى التخلي عن الثوابت التخلي عن الثوابت تكر على الثوابت بالبطلانة أيوة بيخافوا من كده ما هو أصل لو تعاملت بغشف هذا يحصل كده فعلا اللي معوش الأدوات وهو بينفز هيبقى تبديد لا تجديد طب ليه اعتذر عن رئاسة مشيخة الأزار أو تولي مشيخة الأزار سنة 53 وهو عليه هذا الإجماع من الكل اهتماما بالتأليف والتدريس والعلم عن الاشتغال بالمسألة الإدارية حتى وإن كانت شيخ الجامعة الأزهر حتى لو كانت شيخ الجامعة الأزهر لأنه ما هو فيه جانب إداري بتبقى مسؤول عن المسؤولية دي هو يرى أن مساحة عقله ووقته وجهده يروح يوديها في العلم تأليفا وتدريسا وحضورا للمؤتمرات ومشاركة في البناء عن أنه هو يؤديها في النجاح في الإدارة لا يبقى إذن هو يأتي بمنشيخة الأزهر أتت إليه يقول لا معلش أنا مهتم بحاجة برضو تنفع مشيخة الأزهر وتنفع العلم وتنفع نزهر وهي العلم العلم واخد بالك كتير مش عايز الجانب الإدارية تنتقص من جهده ومن تفكيره كتير من مشايخنا اللي ربونا وعلمونا ما رحوش يخرجوا لتحصيل الرزق والأموال كتير راحوا ولهم الحق يعني هو ما حصلش حاجة لكن ده لا ده قعد هنا من أجل العلم رأينا هذا في صور كثيرة من العلماء فالزهد في المناصر مش تقليل من هذا المنصب هذا منصب جليل ومنصب الأستاذ الأكبر والإمام الأكبر ده منصب جليل ولكن مع ذلك إلا أن الاهتمام بالعلم عند محمد عبدالله دراز والاهتمام بتبليغ هذه الدعوة جعله تملي تلاقيه في الإزاع قبل إزاع القرآن الكريم تلاقيه في الإزاع المصرية أعديد دروس ويعطي برامج لالاتصال مع رموم الخلق نعم فده كان هو الأساس في هذه القضية نعم كيف تعامل مع فكرة بعض المفاهيم الخاطئة كنشر أو انتشار الدعوة بالقوة مثلا وألف كما أعلم يعني ألف فيها كتاب اللي انتشار الإسلام بالقوة كان من الناس الكبار في رد الشبهات محمد عبدالله دراز من أجل أنه أعاد قراءة النصوص ومن أجل أنه بحث عن المشترك الإنساني ومن أجل أنه دعا إلى المنظومة الأخلاقية من أجل ده تولت حكاية الرد على كل الشبهات من ضمنها الإسلام انتشر بالسيف طيب دي خرفة ليه؟ لأن الإسلام لما دخل مصر مثلا ودخل الشام ودخل إيران ما هو دخل أهو إه رأيك إن عدد المسلمين طبقا للإحصاءات الاستشراقية العمل المستشرقين العمل المستشرقون منهم ريتشارد بيليوت منهم فنان وعلا طيب الدراسات الاستشراقية بتقول إيه؟ أنه بعد مئة سنة من دخول المسلمين مصر عدد المسلمين خمسة في المئة أقلية يعني ضعيفة جدا بعد مئة سنة لو بالقوة كان انتشر في المئة سنة دي بقى أغلبية أو على المساوية يعني مناصفة بعد مئة وخمسين سنة من دخول المسلمين المسلمين بقوا خمسة وعشرين في المئة قوة إيه؟ بعد مئة وخمسين سنة بعد مئة وخمسين سنة بقى المسلمين ربع المصريين ربع المصريين في سنة سبعمية وخمسين أصبح عدد أو نسبة المسلمين فوق التسعين ده بعد سبعمية سنة وخمسين مصبوب إذن خرافة أن الدعوة أو الإسلام انتشرة بالسيف خرافة مضحكة ليصوق بقى هذا وينبه إليه ويستدعي ويبين حتى من داخل الكتاب والسنة لما يجي يقولك لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي لما يجي يقولك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لما يجي يقولك لكم دينكم وليه دين لما يجي يقولك إنك لا تهدي من أحببته ولكنه ضا يهدي من يشاء يوأب فيه إيه؟ هو إحنا اللي قلنا ولما يجي يقولك وقاتلوا الذين يقاتلونكم يعني قاتلوا الذين يقاتلونكم فابتدى يفرق ما بين قتال الدفع وقتال الطلب الكلام ده الصياغة بتاعته وأداءها إلى الناس وبيان الحقيقة والقراءة للمصادر في كلها مش ساءت مش تمسك آية ثم تطير بها وتترك كل الآيات التي لابد أن تلتفت إليه في نفس الموضوع ده كان أسلوب الشيخ محمد عبدالله درز في مشروعه التجديدي في إعادة القراءة فلما ينجي بقى زمنيا ألاقي واحد بيعتدي علي فأنا قمت تخنقت معاه واللي عملت له حرب وفيه إيه؟ من اللي يجب أصد وأدافع عن النفس حق الدفاع للنفس مثلا وموقف الإسلام منها عن قضايا تتعلق بالميراث عن قضايا تتعلق بالحرية حرية الاعتقاء وهكذا نعم فمشروعه التجديد الحقيقي كان تحفة وكان من المشاريع اللي تعرف بسهولة أنك تكتشف مفاتيحها وأنك تبني عليها رحمة الله عليه رحمة الله الشيخ محمد عبد الله دراز أنا شكر لفضلتك في الدكتور على هذا الإبحار في هذه الصيرة الطيوة الحمد لله رب العالمين وربنا يعني ينفعنا بعلومهم في الدرع في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله لقاء قادم ومجدد آخر من المجددين على أرض مصر بإذن الله شكرا جزيلا لحضرتكم شكرا لك شكرا موصول لحضرتكم إلى اللقاء